قصر القامة قصر القامة المفروض الوزن الطبيعي للأطفال عند الولادة 3-3.5-4 كيلو جرام في أطفال بيولدوا بيكون وزن الولادة 2-2.2 كيلو جرام وممكن لحد 2.5 كيلو جرام فلما منشوف على منحن النمو بيكون على الحد الأدنى أو أقل من الحد الأدنى وزن الولادة بيحكم الوزن والطول عند الطفل أول 5-6 سنوات لذلك عزيزتي الأم لتعرفي ابنك قصير لأسباب وراثية أو لأنه وزن الولادة قليل لازم الطبيب يشوفه ويفحصه وياخد قياساته ويعرف شو هو وزن الولادة وبعدين بيقيم وضعه على منحن النمو والطول وما بيجوز نقارن طفل بطفل من خلال زيارات طفلك الدورية للطبيب في شيء اسمه منحنى أو مخطط النمو في أطفال بيولدوا على الحد الأدنى وهذا بيحكم الوزن والطول أول 5-6 سنوات وفي أطفال بيولدوا على الحد الأقصى وكمان هالأطفال وزنهم بيحكم الوزن والطول أول 5-6 سنوات الأمر الثاني لما بيكون الطفل قصير منشوف طول الأب وطول الأم لأنه في شيء اسمه التارجت أو الهدف يعني منحط على منحن النمو طول الأم وطول الأب والمتوقع غالبا أنه طول الطفل يكون بالمنتصف واللي هو طول هالطفل لما يصير بعمر البلوغ بين 12-13 سنة أحيانا البلوغ عند الطفل بيتأخر سنة أو سنتين وبيفضل هالطفل ماشي بالطفولة شوي أكتر من زملاءه بالمدرسة لكن لما هرمون الذكورة أو هرمون البلوغ بيبدأ ينفرز عنده بتبدأ تظهر مظاهر البلوغ وبيبدأ يكسب الطول وأحيانا بتكون قصة هالطفل قصة عائلية يعني هي نفس قصة أبوه أو عمه بطفولتهم في أطفال بيزوروا الطبيب وبيكون وزنهم قليل على المخطط أو المنحنة لكن المشكلة ليست فقط بوزنهم القليل أو الناقص المشكلة الأكبر أنه يكون الوزن ثابت من حوالي سنة لسنتين ما في أي كسب وزن عند هذا الطفل وعادة بيلاحظ الأهل هذا الشي بعمر سنة ونص لثلاث سنوات الطبيب رح يبحث بها الحالة عن سبب فشل نمو هذا الطفل ليش ثبت وزنه الطفل كائن متغير لذلك مراقبته عنده الطبيب وتقييم حالته على المنحنة أمر هام جدا يعني المنحنة لازم يكون طالع بهذا الشكل لما منشوف أنه المنحنة ثبت بهالشكل طلع وثبت بدنا ندرس الحالة بشكل دقيق فحص دم يترى عنده هالطفل فقر دم بنقص الحديد أنيميا أو ما عنده ممكن نطلب فحص حساسية القمع في شي اسمه سيلياك ديسيز وبيكون هالطفل عنده حساسية من منتجات القمع بيكون هالطفل بياكل ما بيبين عليه أي زيادة وزن وممكن تكون شهيته قليلة أو ممكن يكون عصبي وممكن يكون عنده بطن كبير وقليته ممسوحة وكل هدول علامات منشوفها عند هالطفل اللي عنده حساسية من منتجات القمع في أطفال وزنهم ناقص وبيثبت لفترة وممكن يكونوا مضغوطين اجتماعيا من الأسرة أو المدرسة وهذا أحد أسباب ثبات الوزن نقص هرمون النمو عنده الطفل نقص فيتامين دال ونقص كالسيوم الدم وأمراض الغد الدرقية نقاط هامة جدا رح نضوي عليها بحلقات قادمة ونشوف أثر هالأمراض على نمو الطفل ووزنه طوله بنصح الأهل الأعزاء بمراقبة نمو أطفالهم وتقييم حالتهم عند الطبيب وتقديم العلاج المناسب بالوقت المناسب وعدم التأجيل هذا العلاج ممكن يغير مستقبل حياة الطفل كنت معكم أنا الدكتور نوار علي ألقاكم بخير محبتي الكبيرة بحفظ الله ورعايته